احبائي مشاهدي برنامج اسأل مدرب حياة مسيحية انا نتكلم النهاردة في سؤال حلو خالص بنشكر كل السادة المهتمين بانهم يرسلونا باستمرار وبنهتم بكل سؤال بكل كلمة انتوا بتكتبوها السؤال بتاع النهاردة مش باين بقى من واحدة او واحدة بيقول او بتقول بنتي ملهاش اي اصدقاء في المدرسة اعمل ايه بنتي ملهاش اي اصدقاء في المدرسة اعمل ايه وزي دي مهمة خالص حسب تربية البنت البنت اتربت ازاي البنت ما بيقاش لها اصدقاء في المدرسة لانها اتربت مثلا كانت متدلعة جدا كل ما تطلب حاجة اخدها وتفكرتين بخصة من القصص اعرفها شخصيا يعني ان الام كانت بتعامل للبنت معاملة بتدلعة هتدلع كبير جدا للأم أصلا كمان برضو كانت وحيدة وبتتدلع خالص وكانوا بيجيبونها كل هي اللي عايزاها وكانت بس تؤمر بأي حاجة لدرجة مرة من المراض اللي شغالة ما جابت لهاش مية وهي بالليل بتطلب مية وسمعت الأم الموضوع ده راح ترضى الشغالة فالبنت رب عندها خلاص من زهنها اللي تؤمر بيه لازم يتجاب قالت للأم بنفس السؤال ده بالظبط أن البنت دخلت المدرسة ما لنهاش أي صحاب لأنها دخلت المدرسة عايزة اللي تطلبه لازم يتجاب ده متعودت في التربية بتاعتها فاخدوا بالك الجزئية دي مهمة أن احنا نربي ولدنا من البداية على الحياة الاجتماعية نربيهم على تقبل أي حاجة مش لازم يطلع الولد الأول مش لازم يطلع الولد هو كابتن الفريق مش لازم البنت تطلع أحسن واحدة وأشيك واحدة لخالص لازم يتقبلوا أن فيه نوع من المنافسة ممكن يطلع التاني ممكن يطلع التالت ممكن يكون أقل في حاجة معينة أبقى إنسان اجتماعي أعود الولاد على كده إذا كانت البنت فعلا ملاش أي أصدقاء في مدرسة نخليها تعمل أصدقاء نخليها تهتم ببعض البنات تهتم بهم وتقرب منهم نخليها تشترك في ألعاب رياضية جماعية الألعاب الرياضية الجماعية بتكون فريق لما تكون فريق فتبص تلاقي عندها بقى في الفريق بتاعها أربع خمس بنات تاني هتتقرر لهم أكتر نكلم دايما شخصيتين تانيين يساعدونا في الموضوع ده عندك مشكلة في البنت تكلمي مدرس مدرس الأحد وتكلمي مدرسة في المدرسة إحنا التلاتة نشتغل مع بعض الأب والأم مع مدرس مدرس الأحد مع مدرسة المدرسة إزاي نخلي البنت اجتماعية إزاي نخلي البنت إليها أصدقاء لأن دور الصداقة دور مهم جدا في حياة البنت فساعات البنت أو الولد ما لهمش أصدقاء عشان يتربوا بطريقة معينة في البيت لما جم يعملوا الموضوع ده في حياتهم الاجتماعية والمدرسية ما بقوش مقبولين فمحدش حبيبهم عشان كده لازم يتربوا من صغرهم على أنهم يتقبلوا الهزيمة أحيانا يتقبلوا يبقوا التانيين يبقوا التالتين لازم يتواجبوا مع الناس مش لازم هم ينفذوا كلامهم أحيانا صاحبك هو اللي يقول حاجة ما يجراش حاجة إحنا نتنازل المرة دي علشان المركب تمشوا عشان حياة تستمر فالجزئة دي مهمة جدا اهتموا أن يكون فيه أصدقاء لأولادكم بسمرار لأن صداقة شيء مهم جدا في حياة الإنسان أشكركم